السلام عليكم سادة الكرام ضمن حلقة جديدة من برنامج على خطى الأحرار أحييكم أطيب التحية من مجموعة قناة كربلاء الفضائية التي هي مرآة العقيدة وراية الأحرار سادة الكرام ونحن نأتيكم في هذا البرنامج على خطى الأحرار وما يتضمنه من موضوعات مهمة لها علاقة بالجانب العقادي والاجتماعي والتاريخي احتينا لكم اليوم سادة الكرام عنوانا مهما وفي غاية الأهمية الأصل في التربية والتعليم سادة الكرام شهدت واقعة كربلاء مسارا عظيما اتضح من خلاله أصناف الأسرة الكريمة التعليمية وظهرت معالم ذلك من خلال الأسس التربوية والتعليمية التي تجلت في أهل بيت الإمام الحسين وأصحابه أيضا ودلالة ذلك هو أن الجميع كان منذ صغره يتغذى على القيم والمبادئ والتعليم الصحيحة وهذا ما يطمح إليه المجتمع الصالح يوثق له تاريخا مشرفا ما الذي رسمه النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة اقرأ بكل ما تحمل من مفاهيم فتجد أبو عبد الله عليه السلام درع جميع من كان معه من مقربيه بالحصيلة الملزمة لمواجهة الشوائب الفكرية والعلمية والأخلاقية المغرضة التي تسجل للإنسان تاريخا سيا أي واجه ذلك الفساد الظاهر بثياب الإيمان فقد قالها وبكل صراح إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرار موضوع التربية والتعليم في القرآن الكريم أولاه القرآن مساحة واسعة حيث تجاوزت وبلغت أكثر من 800 آية قرآنية في بحث التربية والتعليم والتربية تعتبر شيء أساسي ومفصلي في حياة الفرد المؤمن المسلم ولذا القرآن الكريم عبر بجملة من الآيات الكريمة وحثة على التربية وجعل من مهام الأنبياء هي قضية التربية والتعليم وذكر كلمة تربية مرتين في القرآن الكريم وذكر بكلمات مرادفة كالتسكية والتربية والتعليم والقيادة والبناء وبناء الإنسان الصالح ذكرها القرآن الكريم كلها وأراد معنا التربية والتربية هي إيجاد حالة من الوعي عند الفرد باتجاه معين نجد القرآن الكريم دائما وأبدا يحث الأنبياء على إيجاد التربية وإيجاد التعليم في الفرد وفي الأمة لأن الأمة لا يمكن أن تقوم ولا يمكن أن تنهض إلا إذا قومناها بالتربية والتعليم والقرآن الكريم له أساليب كثيرة في قضية التربية والتعليم نجد على سبيل المثال جعل الترغيب والترهيب في جملة من الآيات القرآنية نوع من نواع التربية للإنسان وجعل هناك قصص الأنبياء الذي ينبغي لكل إنسان مؤمن أن يطلع على قصص الأنبياء ليس من أجل السرد التاريخي أو لأجل قضية معينة بقدر ما لأجل الاستفادة من حياة الأنبياء وما عاشوه وما تواجهوه من الأقوام الظالمة وما واجهوه من الجهال ولذا أنا أدعو كل أخواني وأحبتي الأطلاع على قصص الأنبياء وهناك جملة من المصادر في قصص الأنبياء حريب الإنسان أن يطلع عليها كقصص الأنبياء لآية الله العظمى والمفكر الإسلامي الكبير الشيخ جحفر السبحاني وكذلك كتاب قصص الأنبياء لمكارم أشيرازي أحد مراجع الدين معروفين هذه الكتب وغيرها من الكتب تناولت قصص الأنبياء بما جعلت الإنسان يطلع على قصص الأنبياء بحيث أنه يستفيد منها التجارب والمواعض والعبر والنقطة الثالثة من الأساليب الأساسية التي تستخدمها القرآن الكريم وهي أساليب المواعض وأساليب الحكم وأساليب الأمثال فذكر نتائج الأمم الماضية سواء كانت الأمة الصالحة أو الأمة الطالحة وذكر لنا المقدمات والنتائج وما آلت إليه الأمم الصالحة والأمم الفاسدة فجعل هناك رؤية واضحة لأن التربية العملية هي أهم من التربية النظرية ولذا جملة من علماء الاجتماع يقولون التربية العملية ساعة أفضل من قراءة كتاب نحن عندما نعلم أولادنا على حقيقة معينة مثلا على سبيل المثال عندما نعلم أولادنا على أن الكذب قبيح ولا سمح الله في يوم من الأيام يجدوننا نحن نكذب أمامهم سوف ينهدم ما بنيناه بكلمة واحدة لأن الموقف العملي في التربية هو أهم من الموقف النظري ولذا القرآن الكريم استهدف في بناء التربية بناء الإنسان بالدرجة الأولى واستهدف بناء المجتمع واستهدف بناء الفرد الصالح وأراد من هذا الفرد الصالح أن يحول الفرد من الصالح إلى إنسان المصلح في حياة الأمم ولذا الإنسان المؤثر في المجتمع هو الإنسان المصلح الإنسان الصالح هو يصلح نفسه وهذا خطوة أولى ولكن الأنبياء وعمل الأنبياء وأصحاب الأنبياء نجد مسيرة كربلا الإمام الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين عليه السلام لم يكونوا صالحين فقط إنما تحولوا من صالحين إلى مصلحين استطاعوا أن يحولوا المجتمع وأن يحولوا أدواتهم وأصحابهم وأنصارهم واستطاع أن يحول خطابهم ومنهجهم وأفعالهم من الفعل الصالح للفعل المصلح الذي يستطيع أن يؤثر بالمجتمع تأثيرا عمليا واقعيا ولذا أصبحت كربلاء تعتبر قبلة إلى الأحرار قبلة في طريق الأحرار نجد أنه كربلاء أصبحت كعبة للأحرار وهذا العمل الصالح عندما يتحول إلى مصلح نجد أنه جميع الناس وجميع المكونات تنصهر فيه وهذه المكونات سواء كانت الأسرة أو المدرسة أو المجتمع أو الحكومة أو الإنسان نفس هذه العناصر الخمسة هي المسؤولة عن تربية الإنسان والنقطة الأساسية المهمة في إيجاد التربية والتعليم هو البناء السليم ونبذ الأمور السيئة والعداد والخرافات البعيدة عن منطق الدين ومنطق الإسلام ومنطق العقل والسلام عليكم سيدة الكرام وكأن الأمر تكرر فيما واجهه الإمام الحسين عليه السلام فقد يتعرض أبناؤنا إلى هجمة شريسة أريد من خلالها إهانة القيم التربوية والتعليمية وهذا ما يهدف إلى كسر القيم المتمثلة ببناء التلميذ تربويا وتعليميا فما هو التأصيل في التربية والتعليم والذي يمكن أن يكون رادعا ورسالة تحذيرية توعوية بسبب الرسائل المغرضة التي تصوب تجاه ذكر الإمام علي عليه السلام أن على الأهواء وعلى بدء الفتن إنما بدء الفتن أهواء تبتدع وأحكام تتبع في هاتين الكلمتين يعطي لنا لمحة عن ما يجري في المجتمعات وما يجري على من يتسنم مسؤولية المجتمع أنه عندما تكون متبعا لهواك فإنك ستبتدع بالأحكام ولن تكون سائرا على خطى واثقة وعلى نهج سليم القرآن الكريم نزل بأحكام سماوية لتخليص الناس ووضعهم على مسار مستقيم ولكن الأهواء والأطماع التي سيطرت على أفكار الكثيرين الذين يسعون إلى التسلط إلى السلطة بكل ما أوتوا من قوة هؤلاء استغلوا كل الأمور وكل ما استطاعوا من قوة لكي يكونوا متسلطين على رقاب الناس وآخذين بزمام الأمور بطريقة ربوا خلالها المجتمع على أسس هم أرادوها تناغم أفكارهم تناغم أهواءهم واستخدموا كل الوسائل لذلك هذا النهج كان مخالفا تماما لما أرسى قواعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين الذي قال في حقه إنك ذو خلق عظيم هذا الشخص الذي يتعامل بالخلق مع حتى أعدائه فضلا عن أناسه هذا الذي يربى مجتمعا علم كيف يصل إلى الله بدعائه علم كيف يتق الله في سرائره قباله نجد مجتمعا غارسا ومنغمسا في ملداته سيد العزيز سادة الأكارم إنهم أرادوا حرف هذا الدين عن مسار الحقيق وتربية مجتمع منحل مجتمع لا يتمتع بقيم من واثقة وصحيحة لذلك نشأت لدينا مدرستين مدرسة النبوة مدرسة الأصالة التي تنفي الظلم تتعامل بالعقل ترنوا إلى الله سبحانه وتعالى وتنظر إليه بعين الرحمة والعدالة ومدرسة أخرى مغايرة تماما لهذا النهج لذلك أسقطوا القدوة ونفوا كل التعاليم الجيدة التي تصحح مسار العالم بل أسقطوا قدوة الناس المعلم الذين كانوا ممثلين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره علي بن أبي طالب عليه السلام قاضياء الأمة أبواء الأمة معلما الأمة وابتدأوا بهما شيئا فشيئا لحرف الناس عن كل التعاليم والقيم الأصيلة الصحيحة وحصلت المواجهة في واقعة الطف حصل هناك التلاقي ما بين هذين الخطين الذي كان لابد من المواجهة الواضحة والصريحة هنا وهنا حصلت الفضيحة للمعسكر المقابل الذي تعرى عن كل الأخلاقيات كل القيم بينما بقي المعسكر الأصيل ثابتا على قيمه ومبادئه وأن كلفه ذلك حياته لذلك استمر النهج الأصيل منذ أن سقطت قطرات الإمام الحسين على الأرض وإلى يومنا هذا منذ أن دافعت تلك الثلة من الشباب المحمدي عن إمامهم الممثل لرسالة السماء تلك الثلة الطيبة من الشباب كانوا مثالا من طلبة الإمام الحسين ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يمثلون الحلقة الحقيقية المتعلمة لنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما المسرح الآخر كان عبارة عن أخلاق منحلة ظهروا بكل ما أوتوا من قوة من شيطن ومن تمرد في سبيل أن يكونوا بالسلطة اليوم وفي حاضرنا هذا نجد أن من تمسكوا بالدين الأصيل وبالرسالة المحمدية يتمتعون بأخلاق أصيلة سواء كان في دينهم أم في تربيتهم أم حتى في مواجهتهم لأعدائهم كانوا يتمسكون بالأخلاق المحمدية وما أشبه البارحة عندما حصلت المواجهة مع الإرهابيين كانت أخلاق مقاتلين شيء وأخلاقهم شيء آخر عندما ثبتت الأصالة المحمدية والتوافق الفكري النبوي معهم وجدنا هناك أناسا شرفاء حتى بالمواجهة مع العداء على عكس المعسكر الآخر المغاير الذي فعل ما فعل ونكل بالناس واستباح الدماء واستباح الحرمات من أجل أن يسيطر تلك القيم كانت معدومة لديه على عكس من تمسك بالأصالة المحمدية الأصل في التربية والتعليم هو الأسرة وبناء الأسرة وتماسكها حيث أن ما نجده اليوم من مجتمعات متماسكة تحترم موقع الأب وتبجل دور الأم وتعطي للأبناء حقوقهم نجدهم أسرا متماسكة يحملون من الصفات الحميدة ما يكونون بؤرة طيبة بذرة وثمرة طيبة تزرع في المجتمع وتأتي أكلها بعد حين على عكس ما يروج له الآن وما يروج له الآن له تاريخه الماضي حيث مسخ المجتمع ورأيناه في تاريخنا للأسف الشديد من خلال ما بثته الدولة الأموية من أفكار منحلة جعلت من القيم العليا والمتمثلة بالمتسلطين جعلت منهم وإن كانوا فساقا وإن كانوا زناتا وإن كانوا فاجرين فإنه علينا اتباعهم وهذا ينسحب حتى على الأسرة بمعنى أن رب الأسرة قد يكون فاسقا قد يكون سيئا قد يكون منحرفا فعلى الأسرة اتباعه فما الناتج الذي سيحصل منه سنرى أن هناك أسرا منحلة وهذا ما يريدون اليوم بثه في خلال مجتمعاتنا من خلال الانحلال والشذوذ وهذا إن حصل ولو بنسبة قليلة منه سنجد أن هناك حلالا في المجتمع كله وبالتالي تنهار كل القيم كل مقومات تحقيق الأسرة وبالتالي سينهار المجتمع ويكون طرائقا قد ذا سعدت الأفاضل أن الغاية التي خرج بها الإمام الحسين عليه السلام من حمل أبنائه إلى واقعة كربلاء هو لثبات و لصمود و لكفاح من أدل سلامة ما تربى وتعلم عليه الناس في ذلك الوقت و في هذا الوقت من قبل الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه و على آله برسالته التي انبثقت بكلمة اقرأ و أريد للجيل الذي يواجهه الإمام الحسين أن ينغمس بالعبودية الأموية و الجهل الفكري و التربوي ما الذي يلزمنا اليوم أن نتحصله من تلك الغاية في وقتنا المعاصر و نحن نواجه سيل من الحملات التي تهدف إلى زعزعة القيم التربوية و التعليمية في هذا المجال بين الحين و الآخر لنستمع إلى هذه الإجابة تعد المؤسسة التربوية و التعليمية من أهم الأنساق الاجتماعية المعروفة للنظام الاجتماعي و هذا ما أكد عليه علماء الاجتماع بل إنها تعتبر إحدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تؤدي إلى تدعيم الألماط السلوكية المقبولة و ترسيخ القيم و الاتجاهات الإيجابية التي يمكن أن تكون ضمن طبيعة المجتمع و خاصة و نحن نتحدث عن طبيعة المجتمع العراقي حيث المجتمع العراقي ذو القيم و الاتجاهات الدينية و الأخلاقية المعروفة ولكن للأسف الشديد ما مر به المجتمع العراقي اليوم يمر في أزمة حقيقية نتيجة لصراعات الدولية و الأقليمية بل وحتى المحلية حالا دون أن يكون أثر واضح لقضية أو للمؤسسة التعليمية في ذلك مما أثر النسق السياسي كثيرا على الجانب التربوي و التعليمي و هذا ما رأيناه في كثير من مؤسساتنا التعليمية على مدار هذه السنوات الأخيرة فنجد أن التعليم للأسف أصبح مفهوما تقليديا يعني يفتقد إلى حد بعيد البعد المستقبلي الذي اليوم حقيقة نراه كيف يتعامل مع الجوانب المعرفية الكبيرة مع التطور مع التغير التكنولوجي والمعلوماتي والرقمي و كل ما حدث في هذا ذلك فلا بد أن نهيئ حقيقة قاعدة رصينة لمواجهة تغيرات العالمة بكل متغيراتها هذا من جانب الجانب الآخر حقيقة لو رجعنا قليلا إلى الوراء و نتطلع كثيرا في ثقافة الماضي لدينا نجد أن التربية والتعليم وصلت إلى حد التقديس المعلم مقدس في هذا الجانب له الاحترام و له القدوة على كل ثقافة المجتمع لكن للأسف اليوم بسبب عدم وجود الضوابط الاجتماعية الرسمية و بسبب الأزمة الاجتماعية التي يمر بها الآن المجتمع العراقي أصبح هذا الحقيقة فارق كبير بين انهزامية المجتمع و واجبهم الطموحي و بالتالي عدم وجود الإحباط الذي يدخل في كثير من جوانب الحياة هذه الأمور كلها حقيقة مدعوة كل الجهات لدعم المسيرة التعليمية لأن في التعليم دائما هو مستقبل البلد ومستقبل المجتمع و سمعة البلد ليغاهي البلدان المتقدمة و المتطورة و ليصل إلى مبتغاه في التطور و التقدم و التحضر نرجو بصراحة من المعنيين في هذا الجانب إلى تهيئة المستلزمات المدرسية المعنيين في وزارة التعليم و التربية إلى تغيير المناهج لا تكون مناهج جامدة و مناهج تلقين فقط و هذا ما إشارت إليه المرجعية الدينية في أحد خطبها حقيقة أشارت إشارة واضحة و كريمة و جميلة جدا و أصابت بكل معاني الكلمة إلى الخلل الواضح و إلى المعالجات في نفس الوقت ختاما سادة الأفاضل نركز دائما بأمر مهم و في غاية الأهمية بعد أن نستمعنا إلى ما تفضل به ذو التخص والاختصاص وهو أننا دائما نسعى إلى أن نتغذى جسديا بأفضل ما يمكن أن يرتسم بنجهة و طيب و شيء تتلذذ به النفس لكن هناك شيء أكثر أهمية و أن العقل و النفس و الروح و الفكر دائما يحتاج إلى شيء أسمى مما نتوقعه نحن فالنسعى دائما إلى أن نرسخ و نستلهم ما هو طيب الفكر و طيب الخاطر غذاء العلم و غذاء الثقافة و التربية هو ما يخلق مجتمعا و جيلا و تاريخا و رصينا ما سعى له الإمام الحسين عليه السلام فيما معه من جهاد و كفاح و نضال حتى أريقة الدماء على الأرض كان الهدف و منه الأسمى تربية الإنسان تربية صالحة ناصعة صائبة ما سعى إليه الإمام الحسين عليه السلام و أهل بيته ثأرين مناضلين مجاهدين كان الأسمى بأن يتغذى الإنسان على علم حقيقي لا مزيف ما نصب إليه علينا اليوم من كوننا ندعي أننا نسير على خطى الأحرار من آل بيت رسول الله أن نمتثل على نهجهم و منهجهم و لنختار دائما لعقولنا و لأنفسنا و لمن يأتي بعدنا تربية صالحة و علما نافعا للقاء